يتساءل الكثيرون عن دور الكلمة في حضرة الدم النازل والألم الذي تئن به الأجساد وماذا تساوي الكلمة إلى جانب كل هذه التضحيات كل هذه التضحيات ويرد الشاعر أنه أضعف الإيمان للبعيد المقهور الذي لم يقدر على ملامسة أوجاع المكلومين إلا بشاره وكلماته نسعدنا اليوم أن نستضيف الشاعر والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد أسوداني أهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم أهلا وسهلا يعني يمكن كما تحدثنا خلال هذه التغطية ذكرنا أنه كيف كل إنسان فلسطيني يمكن يكون جندي ومقاوم في مكانه الصحفي والطبيب والمسعف وأيضا الشاعر فخلينا نحكي شوي عن دور المثقف أيضا أمام ما يشهده الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي بدءا طوبة للسادة الشهداء الذين يسقطون فيصعدون إلى سدرة البهاء والحضور وطوبة للجرحة ونتمنى لهم الشفاء وهم ينزفون الكرامة والعزة والبطولة والعناد المقدس في مواجهة إسبارتا الجديدة وطوبة لغزة التي تنوب عن الأمة العربية وتدفع ثمن هذه الكرامة للإسم الجمعي للأمة العربية والإسم الحركي لها التي هي الإسم الأعظم للكون فلسطين التي ما زالت على قيد الصبر والمواجهة والعناد والرفض بما يليك بدورها وتاريخها أما بالنسبة للثقافة الفلسطينية فهذه هي المسؤولية الكبرى من قبل ومن بعد المثقف الفلسطيني هو المقاتل وهو صاحب الكلمة البندقية في منازلة المقولات واستطالات إسبارتا الاحتلالية الشوهاء في الوطن وفي الخارج التي تعمم الموت والدمار وتغلف ذلك بمقولات شوهاء وناقصة دور الاتحاد العام الكتاب والأدباء الفلسطيني منذ البدء في مكاتفة البندقية عبر الكلمة البندقية وهي الكلمة التي أرستها الكتيبة المؤسسة بالدم نكتب لفلسطين السيد الشهيد حنى مقبل الذي خطى بدمه هذه المقولة مثل ما خطى غسان كنفاني وماجد أبو شرار ونوح إبراهيم قبل مئة عام وعبد الرحيم محمود صاحب معركة الشجرة من هنا نقول بأن المثقف الفلسطيني عبر الأغنية عبر الموسيقى عبر الريشة يساند المقاتل لأن المثقف يكمن خلف قلمه مثل ما يكمن المقاتل خلف بندقيته وكذلك الموسيقي خلف موسيقاه والفنان خلف ريشته إذن الفعل متكامل وهذا الدور طلع به المثقف الفلسطيني طيلة مرحلة المد الثوري عبر الصحافة الحربية والإعلام الموحد في منظمة التحرير عبر صحيفة المعركة والرصيف واستشهد علي فودة رحمه الله الشاعر وهو يوزع صحيفة الرصيف في بيروت إلى الخنادق مثل ما كان رشاد أبو شاور وجمهرة الكتب الفلسطيني يوزعون جريدة المعركة على الفدائيين هنا في فلسطين في غزة نساند المقاومة والفعل ونساند فلسطين بمقولتها التي نصر عليها والتي نقول فيها أن المثقف الفلسطيني هو يمسك بجمرة المقاومة وهو ثابت على الثابت من أجل هذه الفلسطين كاملة غير منقوصة من الماء إلى الماء وهذا ثابت ثقافي ووطني وبالتالي على المثقفين مسؤولية كبرى في أن يفضحوا هذا الوجه البشع أن يعملوا على إسناد الوعي الجمعي على أن يقولوا ما كلتهم وهما فعلناه في تسجيل ما يزيد على عشرين نصا لشعراء فلسطينيين والنصوص لي ولمجموعة من الأصدقاء الصديق محمد عياد وصديق عبد الرحيم الشيخ حتى نطلقها في الفضائيات وفي الإعلام الفلسطيني والعربي لكي نقول قولتنا في هذه المعارضة نعم بالفعل يعني أستاذ مراد نحن نشوف بعض من هذه الأشعار حتى على شاشة الفلسطينية أيضا ومنحب كمان نسمع الآن إذا نستغل الوقت وتسمعنا بعض مما كتبته من كلمات لغزة رغم أن غزة كتبت القصيدة العليا والأفضلون يحملون السلاح إلا أننا نحاول أن نقارب هذا الفعل المجيد بالكلمات المجيدة لأطفال غزة مراجيح غيم ودم لأطفال غزة أغنية من ألم وأم تراويدها من شجط طلقات نم يا حبيبي لقد هجم الليل وحشا فنم لأطفال غزة حلوى من الحنظل المستبد وألعاب موت رجيم ومرايا ندم لأطفال غزة سماء من الطائرات التي تشهك العدم اللانهائي وكراسة من دموع النخيل القتيل وحناء دماء الصغار على ساتر النار نبض العلم جميل استرمت يمناك وصح لسانك بالفعل كما ذكرت أن الكلمات هي فعل مقاوم إلى أي مدى يمكن أن تكون الكلمات هي الرسالة هي السلاح هي ما يمكن أن نوصل به رسالتنا لكل العالم مش بس منعبر فيه عما تخترج به صدورنا يعني أكيد في ناس كتير ممكن في هاي المرحلة بالتحديد ما تقدر تعبر عن نفسها لكن لما تسمع هذا الشعر بلامس فعلا الوجع هذه المسئولية أن يكون المثقف على خط الاشتباك الأول ليس بعيدا ونحن نقول إذا كانت الكتابة بالحبر البارد في العالم فإن استثناء هذه الفلسطين عاصمة السماء والأرض نقول بأن المثقف هو آخر ما تبقى وأن الكتابة للمثقفين الفلسطينيين كانت وستظل وستدوم كتابة بالحبر الساخني بالدم بحناء دماء الشهداء والفعل المجيد هذا يجعلنا نستذكر مثل ما كلت الكتيبة المؤسسة في الثقافة الفلسطينية التي حملت البندقية والتي استطاعت أن تحافظ على الكلمة المقاتلة من أجل خلاص من هذا الاحتلال والخلوص إلى الحرية التي هي برسم الفعل المبارك والمجيد الكلمة المسؤولة الكلمة الملتزمة الأدب الملتزم هو ما نحتاجه في الثقافة الفلسطينية وفي الثقافة العربية ومن هنا من خلال الفلسطينية أعيد تجديد دعوتنا للاتحاد العام الكتاب والأدباء العرب الذي طلبناه منذ بداية العدوان بعقد مؤتمر دولي ما بين الاتحاد العام الكتاب والأدباء العرب وما بين اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا ليعقد بالقاهرة نصرة لفلسطين حتى نضع فلسطين على سلم الأولويات بعد حالة التراخي وحالة التراجع وحالة الالتباس التي أصيب بها الواقع الفلسطيني بعد أن زحف الربيع العربي الرجيم في كثير من العواصم واستباح كل شيء حتى ترك هذه الفلسطين في خلفية الصورة الربيع الحقيقي هو على أرض فلسطين وهذه رسالتنا إلى أشقائنا العرب أن لا يخلقوا أعداء افتراضيين ووهميين ولا نحتاج من مثقفين إلى بطولات فيسبوكية نحتاج منهم على أرض فلسطين إلى مقولة تليق بهذه البلاد وأن نصحح البوصلة لأن بوصلة لا تشير إلى القدس ليست فقط مشبوهة بل هي خائنة ويجب أن تحط ملاقه في أصحابها كما قال الشاعر العربي بظفر النواب من هنا نقول عليكم أن تعيدوا النظر في المقولة من ناحية أن العدو الرئيسي والمركزي والتناقض الأساس هو مع هذا النقيض الصهيوني الاحتلالي الذي اقترف نازية جديدة على جسد فلسطين وعلى جسد الرضع والصغار وقصف ما يزيد على ستين مسجدا وقصف صوت الله في غزة مثل ما استباح كافة المشافي في غزة وأصاب الصحفين في مقتل وسقط ما يزيد على أحد عشر شهيدا من الحقل الإعلامي من هنا نقول بأن المثقف أمامهم مسؤولية كبيرة البندقية أمضى ولكن الكلمة أبقى ونحن بدورنا نكون بتوثيق هذه المعاناة على شعبنا ودورنا في الاتحاد العام أن نستقطب كافة أحرار العالم وأحرار أمتنا في أن لا يضل الطريق وأن لا يستهدف هذه الفلسطين لكي يتساوى مع هذا النقيض الاحتلالي نعم طب إحنا كمان حابين نسمع كمان كلمات أو كمان قصيدة شعرية لغزة لكن قبل ما نسمع بحب أختم حلقتنا على اليوم بشكركم مشاهدين على المتابعة وأكيد نشكر كل الضيوف اللي رافقونا اليوم وشكر لفريق العمل نلقاكم إن شاء الله في غدا مع زميلتنا رندخ دير ونختم بهذه الكلمات الشعرية للشاعر مراد السوداني دم على صوت الطفولة دم على النخل الشهيد دم على الطرقات والبلد البعيد بلد يعيد إلى الحكاية أول الكلمات بلد يسطر في سماء الله أغنية ترددها الشهادة في بلاد الله دم على صوت المغني دم يغني دم لغزة للشهيد وللقريب وللبعيد دم يعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر